اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احباً للمشاهدين في كل مكان في العالم بحييكم وبرحب بيكم في وقت خاص جداً ورأس السنة وسنين طويلة مضت والرب معتني بيا بقول لحضراتكم كل السنة وانتو طيبين وقد قتينا الى رأس السنة وسنين كتير عدد سنة ورا سنة ورا سنة وإدين الرب محوطاني وعنيه علي كل ايام عمري عشان كده النهاردة الحلقة بتقول من سنة الى سنة والنهاردة روح القدس هياخدنا وخليني أبص لورا وشوف السنين بتحكي وتتكلم عن معية إله عظيم إله رائع الإله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم بشرفني يكون معايا في الحلقة الأسيس ناشد غالي راعي الكنيسة الرسولية بالشرابية بالقاهرة أهلا بك حضر الأسيس أهلا بحضرتك يا خدس له كل سنة وحضرك طيبة وانت بألف صحة وسلامة شعب الرب بكل باركة وسلامة ربي باركك وأنا سعيدة أنك تكون معايا في الحلقة شكرا وفي مناسبة رائعة زي كده احنا بنودع سنة بنستقبل سنة بنقول فعلا الله اللي رعانا كل سنين حياتنا حيكمل معانا رحلة الغربة بخير وسلام إلى يوم مجيء أمين في اسمي الرب صالح جدا من سنة إلى سنة حقر معاكم أعداد بسيطة من سفر التكوين 47 وبيقول كده في تكوين 47 من عدد 7 التسعة بيقول ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سني حياتك فقال يعقوب لفرعون أيام سني غربتي 130 سنة قليلة وردية كانت أيام سني حياتي ولم تبلغ إلى أيام سني حيات أبائي في أيام غربتهم وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون أيضا بعض الأعداد من تكوين 48 عدد 15 و16 يقول وبارك يوسف وقال الله الذي صار أمامه أبوي إبراهيم وإسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين وليدع عليهم اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق وليكثر كثيرا في الأرض من سنة إلى سنة أسيس العنوان رائع جدا لأن أيام حياتي كلها هي عبارة من سنة لسنة ومن سنة لسنة لحد دلوقتي أيام كثيرة جدا جدا إيه هو تأثير السنين الطويلة على حياتي على حياة حضرتك على حياة السادة المشاهدين حقيقة كلما السنين بتعدي وبتمر باختبر اختبار جميل مع الله أنه اللي مش معايا مبارح وشالني مبارح هو اللي شايلني النهاردة وده يديني ثقة ورجاء فيه أنه مشاي سيدني بكرة ولا الأيام اللي جاية وكل سنة وكل وقت بيعاد بنصب حجر من أحجار المعونة وقول إلى هنا أعانا للرب بنختبر قدي معيته بنختبر قدي عنايته ورعايته ويده القديرة معنا مش بيسيبنا مش بيتوقف الموضوع على أمانتنا لكن يتوقف على أمانته هو مرات نضعف ومرات نضل ومرات نقع في الطريق ومرات كمان نزوغ لكن نلاقي بإيده الجميلة يجي زي ما بقول كاتب المزمور يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه فطول الأيام بيخليني دايما شايف إيديه القديرة وشايف إحسناته أحب مرسي إرمية الصح 3 وعدد 21 إرمية جي في وقت قال أردد هذا في قلبي أردد هاعد أقول وعيد وزيد إنه من إحسنات الرب إننا لم نفنى مراحمه لا تزول وبعدين قال جديدة في كل صباح كل يوم بيصبح علي الصبح ربنا بيحط فرصية حسابي إحسنات ومرحم جديدة وبعدين يقوله يقول كده كثيرة أمانتك حلو لما تكلم عن السنين أتكلم عن أمانة الله مش عن أمانتي لكن عن أمانته مرات كتير نحس وإبليس بيضربنا بسهم ويقول للناس كده لو أنت كنت أمين كان هو بقي أمين معاك لو أنت كنت كويس كان ربنا عمل معاك كذا بس يجي الرب يقولي أنا بحبك في كل الظروف مرة زمان وأنا صغير حد من رجال الله قال لي تعبير لن أنساه قال لي ما فيش حاجة حلوة تعملها تخلي ربنا يحبك أكتر ولا حاجة وحشة بتعملها تخليه حبك أقاله تقول له مش فاهم قال محبة الله سبتة ليك في كل الظروف ماشي معانا كمل معانا بمحبة سبتة مش بتتغير كل الأيام فطول الأيام ومرور السنين يخليني أبص عليه كده وأقول له معي عقوب اللي قال له صغير أنا عن جميع الطافك وجميع الأمانة التي صنعتها مع عبدك البعصاية قد عبرته هذا الأردن والآن قد صرته جيشين أقول له كل حد من المستمعين اللي بيسمعوني ارجع بذكرتك عشر سنين أو عشرين سنة أو أكتر شوية وقعوا تفكر كده وقارن هتشوف قد إدربنا رحمتك من أمور رهيبة وحمتك من حوادث وأمور خطيرة وما لحياتنا بالخير ونقلنا صنع لينا بيوت وحمانة وهيكمل يحمينا نجانا وبينجينا وهينجينا فطول الأيام يقودني أروح عند رجليه وأعود وأقول له ممتن ليك شكرا ليك أحبك من كل قلبي رأس السنة ناس كتير بتبص لها بمنظور أن احنا دي ليلة بنتبصت فيها سيها في الحقيقة ليلة شكر وعرفان للرب طبعا على ما صنع معنا حمانة الناس كتير واحد يقول لك إيه بقى أنا بكرة هقوم ستة الصبح يا عمو طب أقول إن شاء الله قل لك لا أنا بكرة ستة الصبح هقوم وهعمل وهعمل إلا هيفرق عشان أقول إن شاء الله أنا عرف ناس كتير زبطوا المنبه على ستة وما أمش يس طبعا النافس اللي ربنا بيدهولنا ده ده عطية منه قال كده المختبر به نحية ونتحرك ونوجد هو سر حياتنا صح عشان كده نهاية السنة دي أنا محتاجة أجي عند رجلين الرب وقول له كتر خيرك أيوة شكرا أنا بحبك عايزة أقول لك كتر خيرك آه عديت بياسني صح وأنا متأكد إن اللي جاي بين إيدك ده صح فده تأثير مرور الأيام علي وكل ما بكبر في السن يعني يقول كده إنه كسرة الأيام تزيد حكمة كل ما الشعر يبتدي بيض مرات كتير واحد يقول لك ده أنا لا ده ده مزمور سبعة وتلاتين يقول كده عدد خمسة وعشرين لم أرى صديقا تخلي عنه أكيد ولا ذرية له تلتمس خبزا ولا هتشوف ولا هتشوف هو مكمل معانا طول الرحلة الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم صح ليه نحس ساعات إن السنين تقيلة يعني ضغوط الحياة أحيانا تحسسنا يعني الشطان بينجح أني أنسى مراحم الله وبص للسنين إنها تقيلة وبتعدي ببطء وكلها تعب ومرض وإعياء يعني مش عارفة هل يحق إن أنا أفكر التفكير ده ولا إبليس بيغمض عيني بالموضوع له زمان حكالي قصة هي قصة بسيطة بس معبرة قال كان فيه خادم رايح يخدم في قرية من الكرة وكان في أصعب شهور الصيف في شهر يوليو وماشي على طريق لقى ست شايلة شيلة على رأسها وماشي بتقن في السكة فهو قرب منها كده قال لها ماما أنا ماشي في الطريق ده ممكن تركابي معايا فرح تركبت وهي شايلة شيلة فقعدت في الكرسي اللي ورأة بس شايلة شيلة في قرية فهو بص في المراية قال لها ماما نزل الشيلة قالت لي يا ابني هتشلني وتشل شلتي ما أنت كده كده متشالة بالشيلة في مرات كتير ناس كتير يعني رغم أنه شايلنا وشايل الشيلة بس منحب إحنا نشيل الشيلة ونشيل الهم ومن مننا إذا هتم يقدر أن يديد على هاماته وزراء عرف الكتبة الكبيرة اللي إبليس بيعملها في حياة ناس كتير حتى مؤمنين خلينا نشيل هم بكرة فيعيني لا قادر عيش النهاردة ولا عيش بكرة فبيسحب مني العمر بيسحب مني العمر بتاعي مرات كتير الهموم والمشاكل والهم بيحني لأنه حملة قيل فأنا حس الأيام تقيلة لأنه أنا شايل شيلة تقيلة طب ما أسيب الشيلة عليه مرة زمان حد قال لي قصة والنهاردة يوم اختبارات في رأس السنة جميل حكى قصة عن وحدة هي وزوجها كانوا عيلة بسيطة لكن كانوا في كنيسة في قرية من قرية الصعيد وبعدين قال أن الزوجها انتقل فجأة وهو كان بيشتغل باليوم فيشتغل اليوم ويأكل مراته وعياله الزوج انتقل وساب لها خمس ولاد وهي ومعندهمش مصدر رزق لأرض ولا معاش ولا وظيفة اجتمعوا الناس في الكنيسة كده وقالوا إيه إحنا نعمل حاجة كل حد مننا يشيل الأسرة دي يوم في الأسبوع ففي واحد كان من الشيوخ الكبار الأغنية كان عنده أرض كل سنة هو بيته هو أولاده وأحفاده بيأكلوا في الشهر يستهلكوا عدد معين من الوزن معين من الغلة من الأمح وبعدين جيه في سنة من السنين المحصول ده الضرب فبدل ما بيجيب مثلا الزرعة تجيب اتنشر أرداب بيخليهم للبيت وباقي السنة يبيع الباقي ويصرف في الحاجات التانية السنة دي يعني جابت عشر أرادب فقال يعني أنا كمان ما عنديش اللي بيعه وعند شهرين في السنة هعمل فيهم ايه فهتشايل الهم أنا هعمل ايه على 11 بالليل افتكر ياه كان علينا النهاردة الروح للأخت دي وأولادها فبسرعة هو مراته وخده أي حاجة من البيت عيشه وجبنا وراحه خد مراته بيخبط على الباب كده بالليل فهي قامت من نوم قالت له مين قال له أنا الأخ فلان هي من جوه بتكلمه وبعدين قال لها أنا ومراتي سوري احنا بس كان عندي مشكلة وأنا عالت الهم في موضوع فانسيناكي ممكن تفتح تأخذ الأكل قالت له شكرك ولادي تعشه ونامه قال له خلاص خد الأكل خليه عندك لبكرة قالت له سيب بكرة في إيد ربه بكرة هو ولا مرة نسينا فوقف على الباب قال يا الأرمالة اللي ما عندهاش ولا حاجة مش عايل أهم بكرة وانا عايل هم بعد عشر شهور هاكل يا يسوع مرات كتير بنشيل الهم طب أنا عندي سؤال هو كم مرة سابني لا 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 إطلاقا ففي ناس كتير يمكن شايل هم الأيام اللي جاي هاعمل إيه والولد لما يكبر هاعمل معي والبنت لما تخش الجامعة أو هجوز البنت هتصرف إزاي والأيام اللي جاي هاعمل إيه يمكن مرات كتير في ناس مننا يقولوا إيه يقولوا هتصرف إزاي يعني أحطها بين إيه دين ربنا أيوة صح هو عنده كل التدابير ده صحيح الأيام لما تحط بين إيه دين ربنا هقدر عديها بسلام وبنعمة لأنه هو في كل الكفاية ده صحيح عارف كلام حضرتك فكرني بقصة حكيتها مرة قبل كده حد الأسيس من فترة أنه في قرى الصعيد برضو أه الناس بتربي تيور على السطح أيوة فلما يموت حاجة في التيور يرموها في الشارع أيوة الناس ما عندهمش وعي أن الحاجة دي ممكن تترمي في التراش بعيد أو كده فكان فيه واحدة ستة أرمالة وعندها تلات أربع أولاد ومالهاش برضو مورد رزق وعمالة صلي والولاد يا ماما عايزين ناكل يا ماما عايزين ناكل فولعت وابور الجاز وحطت حلة فيها مية سخنة فوقيه وتقول لها رب ما عنديش حاجة الولاد جعانين طب أنا أعمل معهم إيه وتقول لهم حاضر الأكل على النار حاضر الأكل على النار وهي عمالة تصلي مش عارفة تعمل إيه فكانوا فيه ولاد وهي بتصلي ولاد بيلعبوا في الشارع فقالوا ست يعيني حتى المية على النار وعمالة تصلي هتنرميلها الوزة الميتة اللي في الشارع فراحوا مسكوا الولاد الأشقية وراحوا مسكوا الوزة الميتة ورموها من الشباك فهب دب دبت جنب وابور الجاز والحلة كويس إنه إيه ما تقلبتش فقالت له يا رب بقولك ولادي جعانين والولاد من كتر تعبهم وجوعهم ناموا على الأرض جنب وابور الجاز والحلة السخنة تروح يا رب تترمي علي وزة ميتة برضو ده كلام وبعدين فكرت قتلوا أقولك أنا هاخدها من إيدك وحسوها لهم حتى نكات ميتة فراحت مسكت الوزة على شنط نظفة بتفتح الزور بتاعها لقيت فيه خاتم دهب وفيه فصة ألماص قالت إيه ده الوزة بلعت الخاتم بتاع الناس اللي كانت عندهم وهي مش عارفة دي منين فاتخنقت وماتت دي بقى لسه ميتة هاتم ما سويها للولاد وراحت فعلا سوت الوزة الولاد بعد شوية صحي وزنوا جعانين ادتهم وكلوا شوية شربة وحتة من الوزة ودي الرب بعت لنا أكل وراحت الست دي باعت الخاتم بمبلغ كبير جدا وعاشت بيه سنين طويلة الله يهتم بتفاصيل حياتنا فقال رب صالح جدا قلت إيه ده إزاي كده بس الرب رائع جدا ليه طرق ما أبعد أفكاره كل حد فينا عنده اختبارات رهيبة جدا جدا مع ربنا مرات الله يدينا لخيرنا ومرات الله يمنع لخيرنا ولكن اللي أنا متأكد منه هو محبته الغالية محبته السبتة لنا فكتر الأيام بيخلينا شوف أمانته معي بيخلينا شوف رعايته وانتعبته وضليت في الطريق يرد نفسي بيخليني مرات كتير أبعارف أنه أنا لي يا إله عظيم أنا مسنود عليه مرات كتير بنغلط غلطة كبيرة بندي ربنا المشكلة وندي له معها حلول أي طب ما أنا طالما عنده حلول رايح له ليه طب ما حلها أنا مظبوط ونفرض عربنا طريقة لا ربنا عنده طرق تتناسب مع عظم شخصه مرة ييجي يصنع للشعب طريق في البحر يشق البحر ويقامل طريق في اليابسة مرة تاني يجي ماشي على الموج العالي مرة تالتة يحط للبحر حد لا يتجاوز ومعندوش طريقة سابتة مرة يشيل الجبل من مكانه من أنت أيها الجبل العظيم أمام ذا ربابل تصيره سهلا فرق بين الجبل والسهل السهل هو الأرض المستوية فشيل الجبل من جزوره مرة تاني يمشينا على المرتفعات مرة تالتة يدينا أجناحة المصور عنده طرق رهيبة جدا في رعايته وعنايته ومعيته بي طول الطريق ما أبعد مديونين لمحبته ورعايته لينا كل الأيام جدا جدا طب أي أسيس أي تأثير السنين على حياتنا كمؤمنين وكخطة يعني السنين ليها تأثير بالتأكيد حطت بصمات على حياتنا كتير جدا فهمنا فيها تعلمنا فيها عنينا فيها تأثير السنين على حياتنا في الحقيقة نعجبني عنوان الحلقة من سنة إلى سنة أنا النهاردة الصبح قاعد كده وبصلي ربنا قال لي على ثلاث شواهد في سفر واحد ثلاث شواهد دول بيحكي فيهم من سنة لسنة وهاخد في الأول تأثير مرور السنين على المؤمنين من سنة لسنة في سفر الساموئيل الأول والصاح الأول يقول عن أنه كان فيه راجل اسمه أليقانة وكان الزوجته اسمها حنة أليقانة كان متجاوز اتنين كان متجاوز واحدة اسمها فننة واحدة اسمها حنة فننة ما كانتش يعني قريبة من ربنا كانت يعني يقول الكتاب أنها كانت بتغيص حنة هي كانتش كويسة يعني مؤمنة جسدية مؤمنة جسدية أو بعيد عن الرب لكن يقول عن حنة أنها كانت تحب ربنا جدا بس يقول تعبير رهيب جدا مرتين في ساموئيل الأول والرب كان قد أغلق رحمها طب تيجي من الناس ماشي يعني بص حضرتك الدائرة بص الجروح أول حاجة فننة تغيزها المحطين تغيزها تقول لها إيه بص يا حنة ربك رب قلوب ولو أنت تستهلك الربنا الدالك شوفي لما تكون واحدة مؤمنة وواحدة جسدية تقول لها الكلام ده لو تستهلك الربنا الدالك وبعدين شوف الدائرة اللقرب شوية ده المحطين بعدين قالت إيه بقى لا طب بلاش المحطين يعني خليني في الزوج الزوج يقول عنه حاجتين في غاية الغرابة يقول كان يحبه حنة طب عنده سؤال هو اللي بيحب واحدة يتجاوز عليها ده سؤال الحاجة التانية يقول لها لما لقيها بتيبكي ومكتائبة وحزينة ومرة النفس تسع حاجات صعبين أو في الإصلاح الأول حزينة الروح مرة النفس ومكتائبة القلب يقول لها أنا أحل لك المشكلة إيه أصبري بس علي راح دبح الدبيحة وقعد الولاد والبنات الوادي الأول نداله حتة البنت اللي بعدين حتة فننة حتة وجاء عند حنة وقال لها بسط نصيب سنين ندالها حتة زيادة هي تبصوله حتى أنت مش فاهمني هي النايب الزيادة أو القطعة اللحم هي اللي تحل مشكلتي فالمحطين يجرحوا ويغيزوا القريبين مافهمهاش مافهمش اللي جواها قالت بس الحل عنده خدام الرب مرة أحط أمل في خادم أو أسيس أو حد راحت بيت الرب راح علي بصيلها قال لها أنت اللي سكرانا هناك يعني يا رب وأنا هلاقيها منين ولا منين طبعا انزعي خورك بس بص اللي جاية دي والرب كان آه بس خليني مع رأس كان قد أغلق رحمها وأنا عايز أقول أنه في الصح الأول هنا تأثير السنين على حياة المؤمنين أول حاجة أنه الرب لي وقت في يفتح لكل حاجة الأبواب معداش للصح الأول وهي بتصلي حن عملت ثلاث حاجات حلوين أول حاجة أنها صعدت إلى بيت الرب عارفة ما كان الحل حاجة تانية أنها سكبت نفسها أمام رأس سكبت يعني دلقت طلعت كل اللي عندها ما حكيتش لنا انصحقت قدامه بس الحاجة التالت أنها عندما قال لها الرب الرب قال لها علي ردي لها اعتبارة طب أقول لها إيه أنا قلت لها اللي سكرانا أقول لها اللي مستكرانا قال لا أقول لها اللي يكن لكي سؤلك الذي سألتيه من لها دون طب هي قالت لك لا ده موضوع بينه وبينها أنا تخيل كده سلوة هي قاعدة تصلي كده والدموع نزلة من أنصر قالت له يا رب قال لها نعم يا حنى يا بنت قالت له أنت حسس بي أيوة حسس بيك طب يا رب أنت عارف احتياجي أيوة يا حنى أنت محتاجي قالت له رب أنا محتاجة ولد أنا تخيل الرب بصلها قال لها مين سمعك يا بنت ده أنا كمان محتاج ولد بص على أولاد عالب يعملوا إيه برة قالت له طب ما تيجي معاهدة مع بعض الدهول والدهولك أقول لأنت عايزة ليه قلت له عشان العدو ما يشتكيش عليك ما عداش لصح ده في عدد 26 يقول له يقول وكان في مدار السنة ما عدتش السنة كان في مدار السنة أن حنى حبلت يقول الرب زكرها وحبلت وولدت ابنان الرب زكرها نفس أقول أول تعبير لكل مشاهد تأثير السنين في حياة المؤمنين أن سيدك عند وقت للتدخل لله وعند وقت يفتح فيه الأبواب المغلقة هو اللي قال كده أنا الرب في وقته أسرع به يمكن تقولي صليت رأس السنة اللي فاتت واللي قبلها ومن عشر سنين ونسيني نفس أقولك تكون السنة دي في اسم الرب يسوع اللي جاية سنة تحقيق موعيد وفتح لكل أبواب مغلقة أول حاجة هنا من سنة إلى سنة الرب يفتح لأبواب المغلقة ويكرم ويحق الموعيد بس عندي سنة تاني تأثير على المؤمنين لصاحة اللي بعد وصاحة اثنين أول ما خلفت سامويل خدته وطلعت به بعد ما فطمته لبيت الرب وبعدين عملت حاجة جميلة يقول من سنة إلى سنة كانت بتعمل صامويل الأول صاحة اثنين وعدد تسعة عدد تسعتاشر يقول عملت له أمه جبه صغيرة جبه جلبية وأصعدتها له من سنة إلى سنة عنده صعودها مع رجلها لذبح الزبيحة السنوية دي قصة خطيرة شوي الرب ده صامويل خدته من إيده وراح توديته لبيت الرب بعد ما فطمته بعد ما فطمته وعلى فكرة ما كانش لسه الرب ده بقى الولاد اي تخلي واحد بعد سنين ربنا يديها مرات نطلب اه ان الرب يديها بس ألت له ما يغلاش عليك هو عضيتك مرات نقطع النظور ونقول للرب كلام وأول ربنا ما يحقق الموعيد دي بنعمل نفسنا نسينا وشو قدين بنا هي خدته من إيده وراح توديته بيتي الرب كل سنة كانت تاخد له جوبة جلبية ليه كل سنة تاخد جلبية حد يقول لي ده تأثيره ايه انا اتوقع يعني بص وحضرتك مركزة معايا كده او هو عنده خمس سنين قاسة الجلبية بتاعته لقيتها اربعة شبار شبر عشرين سنط فقالت لقالقانة ايه يا قالقانة خلي بالك كل سنة ناخد له جلبية اربعة شبار صح ما تنفعش كل سنة تعمل حسابها في شبر زيادة الوقت بيجبر فمن سنة لسنة انا بجبر روحيا قدام الرب ولا العدات بيقلب سنة وانا زي مانا مرة حكيت قصة في الكنيسة عندنا فيها معنى كده بقول ام ربنا ادالها ولد اتولد ولده طبيعية بيب صغير جابت له شنطة بيب ورايح الكنيسة بيه وجاية من الكنيسة لما اتولد ولد طبيعي حطوا الدكتور على الميزان قال لها مبروك ولادة طبيعية حجم الطبيعي الوال 3 كيلو قعدت واخد الولد رايح الكنيسة جاء من الكنيسة بالسعدة 3 شهور والولد لسه خفيش زي ما هو ودته لنفس الدكتور حطوا على الميزان طلع 3 كيلو انا ده مزاد شوالا جرام شوية مقويات وشوية بيبلاك ومزان أنواع عدوية وقلبان إن شاء الله يبقى كوي 6 شهور ويتجبهولي 6 شهور وحطته على الميزان طلع 3 كيلو سنة والولد 3 كيلو بدأ عنده عاقة في مؤمنين يجوا في رأس السنة دي رب يحطهم كده ويطلع التقرير اللي هي 3 كيلو وعلى آخر السنة 3 كيلو ما فرقتش حياته ما اجبرش نفسه أقول لي مؤمنين الصلوة اللي بقى لها 20 سنة ما اتغيرتش العناد اللي جوه قلب ما اتغيرش الأمور الجسدية ما اتغيرتش يبقى أنا تأثير السنين دي أنا باجبر روحيا وبتنقل من سنة لسنة ولا باجبر في السن بس واقف عندي عاقة نمو روحيا هنا ده تقرير ماما إن الولد بيفرق جسديا بصوا في 3 تسعتاشر بقى تقرير الرب تقرير الرب يقول لك إيه وكبر صمائيل ولم يدع شيئا من كلام الرب كان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلام يسقط إلى الأرض في 3 تسعتاشر 2 تسعتاشر ما امتو عملت لجوبة لأنه بيكبر في الجسل بص هنا بقى 3 تسعتاشر رب يقول ليه يقول كابر صمائيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلام يسقط إلى الأرض وعارف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع إنها قد اتمن صمائيل نبيا للرب وعاد الرب يترأى في الشلو من جديد لأن الرب استعلن لصمائيل بكلمة الرب ألخص 3 آيات دولة اختسلوا في 3 كلمات 3 تسعتاشر كابر صمائيل 23 اقتمن صمائيل 3 واحد وعشرين عاد الرب يترأى من جديد كابر صمائيل ولأنه كابر اقتمن وأنا نفس أقول لكل عزاء المشاهدين ربنا مش بيقدر يعتمن عيال على أسراره طبعا كابر اقتمن ولأنه تؤمن ربنا بيدور على ناس أمنا عاد الرب يترأى من جديد نضج نضج أنا مؤمن نضج بقالي 20 سنة في الإيمان بقالي 30 سنة في الإيمان أنا بكبر ولا لسه لسه تصرفاتي بصي الكتاب ده خطير ورهيب كلمة طالح حي لما يجي حك عن يوسف ومزمور 105 عدد 17 أرسل أمامهم رجل يوسف كان سنه 17 سنة بس تقرير رجل سنه تانية سنة بس تقرير إليها طالح أنا باعت راجل قدامكم أرسل أمامهم رجل طب روح اليوحانا 21 راح الرب للتلاميذ اللي شعرهم أبيض ندع لهم هما في البحيرة يا غلمان يا عيال هل عندكم إدامة إدامة طبعا أنت تقول على يوسف راجل وتقول على الكبار تقولها غلمان آه كانوا كبار فهي مش بالسن لا 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 بالندوج الروحي صح هنا هنا أشوف لصح الأول الله بيجي يفتح الأبوها بالمغلقة ليه وقت هنا أشوف نمو والندوج المؤمنين ده تأثير السنين صح ما ينفعش على فكرة الطريقة اللي ربنا كان بيتعامل بيها معي وأنا لسه مولود روحيا عندي سنة في الإيمان ما ينفعش يتعامل بيها معي بعد عشرين سنة يعني أنا مثلا أنا عندي حفيدة حفيدة صغيرة فهي يعني كم شهر كده كنا بنيديلها لبن إيه رأيك بقى لو جده جاب حتة لحمة ورحمة دهالة وهي عندها ثلاث شهور تموتها طبعا فبتشرب لبن بس لما أشوف شاب مثلا أو شاب بسن جامعة ومعلق الببرونة بتاع اللبن في سنة يبقى فيه إيه لا مؤوق طبعا فيه أزمة ليه بقى الطعام ده يا حبيبة ينسبكش الطعام ده أنا أبعدي لعشرين سنة في المال وبعدين وأنا صغير ربنا كان يتعامل معي بطريقة لما كبرت يتعامل معي بنفس الطريقة لا طبعا فكبرت هنا النضوج روحي أنا بندق سنة عن سنة بس فيه حاجة تاني جميلة يبقى من سنة لسنة في الصح الأول سمويل الأول واحد ربنا يفتقد ويحقق الموعيد أي سمويل الأول اتنين الله ييجي ويدينه نضوك يأتمن وكبر زي ما تقال عن المسيح أنه كان ينمو في القامة والحكمة عند الله والناس لكن كمان صح سابعة حاجة خطيرة وده يعني دايما تلاقي الجزء ده في رأس سنة يتقير كثير يقول أنه سمويل من سنة إلى سنة كان بيعمل صمويل لما كبر ونضج واتمن من قبل الرب بعدما رب الشهل عالي وبيته وأولاده يقول أنه قضى سمويل لإسرائيل كل أيام حياته وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل في سمويل الأول سبعة عدد خمستاشر كان يذهب في بيت إيل والجلجال والمصفا ويخض الإسرائيل في جميع هذه المواضع وكان رجوعه إلى الراما هنا يحط أربع أماكن سمويل كان يروح كل سنة أربع حتة أربع أماكن المكان الأول يقول أنه كان يروح إلى بيت إيل بيت إيل هي كلمة عبرية معناها بيت الله من سنة لسنة عبادة وشركة أنا نفس أقول لكل المشاهدين ربنا أدى لك عمر وضاف على حياتك سنة جديدة يا ترى أنت بتعبده ولا ربنا سأت من حساباتك أسألك أنت آخر مرة روحت قدام الرب في بيت الرب وشكرته وحمدته وعادته قدامه وقلبك كان مليان بالعرفان والجميل أمتى كان كل سنة من سنة لسنة يروح فين بيت الرب بيت الرب بيت إيل فبيت إيل بيت العبادة والشركة هل أنا لي شركة قوية بينه وبين الرب ويوم الراحة بتاعها ده للرب ولا ده للنوم صح إحنا مرات كتير ما بنعرف حضرك المرأة الشنامية في ملوك التانر بعم قالت لرجلها ارسل لي أحد الغلمان وإحدى الأتن قالت لها ليه قالت له أجري إلى رجل الله سلام ما تخافش أنا رأيها الرجل الله قال لها لهو سبت ولا عيد ولا رأس شهر وكأنه عايز يقول له انت رايح الرجل الله يعني لهو رأس شهر ولا عيد هو في ناس ما تعرفش ربنا غير في رأس السنة ولا عياد في المناسبات أو في الجنازات يا حد الأسيس يدخلوا كنيسة في الجنازات في الأفراح في الأعياد أنا نفس أقول أنه ربنا ليه حق في علينا كل سنة ربنا بيدينا 365 أو 66 يوم في السنة طبعا ليه فيهم وقت أنا أبدا ديه وقت ولا لا أول حاجة بيت الله بس كان يروح حتى بعد بيت الله على طول يقول أنه كان يذهب بيت قيل روح منطقة تانية مهمة أوي أوي المنطقة دي هتلاقيها متكررة سفر يشوع كتير وفي الكتاب اسمها الجلجال أو بالصعيد الجلجال إيه الجلجال ده دي كلمة عبرية مش كلمة عربية معناها الجلجال معناها قطع قطع أو ضحرجة العر الاعتراف من سنة لسنة أنا معدي لسنة جديدة هعدي بزنوب وخطيايا وأعمل نفسه مشواخد بالي ولاجي قدام ربنا تأثيره علي كمؤمن عايزة أقول لربنا أنا نفسه أعد للسنة اللي جاية دي وأنا عند صفحة بيضة بأعطير في قدامك بتوب قدامك على كل مرة كسرت قلبك على كل مرة زعلتك أنا باجي قدامك يا رب من سنة لسنة سمحني على كل ضعف سمحني على كل خطية سمحني على كل تعدي بتوب قدامك أعد السنة الجديدة بقلب جديد وصفحة جديدة مش أعبر وزنوبة على كتافي ومش أعبر يا رب وأنا بخطيائي لكن يمكن السنة دي الرب ييجي فيها فأنا عدي وأنا عنده أمور ضعف زعلان من إخواتي ومتزمر على أحوالي هاجي السنة دي وأقول لك عايزة روح الجلجال الجلجال ده حرجة أنا 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 بدحرك كل عرض ده حرجة العرض يبقى أول حاجة بيتقيل عبادة وشركة وبعدين يقول هنا جلجال ده قطع وحزم وطوبة بس يقول كان يروح حتة اسمها المصفا المصفا هنا معناها بالعبرة برج المراقبة معناها مراقبة عارف حضرتك الأماكن الحيوية جدا تلاقي على أصوار بتاعتها برج المراقبة أي والمطارات الخطيرة برج المراقبة ليه برائب أنا لو سبت المكان ده العدو هيدخل أنا لو سبت الحتة دي ممكن الصور ده العدو يخطم فيه وخرب يقول بينما الناس نيام آتى عدو وزرع زوان وأنا نايم يدخل عدو بيتي وخرب فيه يدخل شغلي يدخل حياة الروحية العروس العروس النشيد ما كانش عندها أوسود ولا نمور بس كان عندها سعالة صغار دخلت خفية عشان كده هنا أنا مرائب حياة السن اللي فاتت فرأة لو حبيت أكتب تقرير فيه ناس بيحبوا يكتبوا لو أنا حبيت أكتب تقرير عن حياة أكتب فيه من ضعف إلى ضعف ولا من قوة لقوة ولا من نقلة النقلة ولا زي الكتاب يقول كده أنه يعني من مجد إلى مجد أنا محتاجة رائب حياتي ممكن أكتب المقاسي اللي أنا مرت بي لو أنا عندي نوع من الإحباط وممكن لو أنا مرفوع ومتبارق أكتب المجد والاختبارات أكتب إزاي الله حماني إزاي حفظني إزاي نقلني إزاي بركني وكل سنة من سنين عمري تحكي حكاية وتحكي اختبارات وتقول كيف كان الله صالح معي ومع بيتي ومع أولادي وعظم عمله معايا لكن في ناس لما تتكلم تقول سنين إيه ما السنين كلها سودة وغبرة ومش عارفة إيه والسنة دي مات ليا فيها فلان والسنة دي عييت والسنة دي ما رفعتش راسي والسنة دي الولد صقت والسنة دي مش عارفة إيه وكل سنين الحياة تبقى نكد وغلب يعني فاهم في قصة قصة بتتحكي يا طنط أنه زوجة مؤمنة وزوج مؤمن ففي ليلة رأس السنة دخلت لقيت كتابه مفتوح وكاتب في ورقة كده أنه السنة دي كان السنة مش كويس السنة دي أنه بابا انتقل فيها وكتب السنة دي أنا ابني عمل حادث ورجلو تكسرت والسنة دي حصل كذا فجات الزوجة اللي قيته كاتب سبعة تمن حاجات صعبة رح تكتبت في النحية اللي وراها السنة دي كانت سنة اختبارات حماية العزيز مؤمن سافر السماء بدون أتعاب وسافر في هدوء والرب يعني أكرمنا بسيرة العطرة السنة دي سنة اختبارات الرب نجى ابننا من الموت يا يسو شوف الفرد سنة اختبارات وكتبت عشر عشر حاجات نقطة نقطة من وراها مختلفين تماما مرات أنا العين هي اللي بتشوف طبعا ممكن أشوف أو ليه أنا عملت حادث والعربية تخبطت وتكسرت آه طب من ناحية التانية سيدة أنقذني كان ممكن أموت طبعا الرب نجاني طبعا من موت المحقق دي حاجة كلنا بنختبرها هنا سامويل كان يعد أول حاجة بيتقيل علاقة وشركة وعبادة وبعدين كان يروح الجلجال توبة واعتراف وده حرجة العار وبعدين كان يروح يرائب برج المرائبة المصفى دي يروح يقضي فيها المصفى أنا برائب حياتي يوم ورا يوم لكن حاجة تالت رابعة أخيرة كان يرجع بعد كده بيته في الراما الراما معناها بالعبرة المرتفعة ولو جازد التعبير العلية النفس أقول نحن كل يوم بنقعد مع ربنا الصبح ولا مشغولين في ملاهي الحياة وحدي أقول لك أنا عند وقت الغريب إن إحنا عندنا وقت لكل حاجة عندنا وقت ممكن تلاقي زمان كان المؤمن يصحى يقعد قدام الرب دلوقت يصحى يده على الفيسبوك طلع نازل صبع بتاعه والميديا وده بيعندنا وقت الحاجات كثيرة بس ما عندناش وقت لربنا لا 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 أنا يومي بابدأه هل يطرب أبدأه في المرتفعة والعلية مرة ربنا أكلمني كلام شخصي قال لي فاكر إلي أقام ابن أرمال الصرف الصيدون فين قلت له في العلية قال لي طب تفتكر أليش أقام ابن الشنامية فين قلت له في العلية قال لي طب تفتكر بطرس أقام طابيسة فين في عمال تسعة حتى دور قلت له في العلية قال لي طب أنت مش حاس أنه فيه كلمة سر في العلية لا يوجد مستحيل على الرابع إحنا بنقعد قدام ربنا ولا مشغولين ومتاخدين في مشاغل الحياة طلع الترنيمة اليومين اللي فاتوا يا أسيس فعلا بتدوّب قلبي اللي بتقول خليني لما افتح عيني أول كلمة يا رب بتجيني الناجي واعد وياك عارف بجد من ساعة ما طلعت الترنيمة دي أول ما فاتح عيني الصبح أنا بصحة بدري قوي ألاقي الترنيمة كتبها شاب طقي عندنا في مصر الترنيمة دي اسمه سعيد رمضان هذا الشاب الجميل هو الأخ سعيد اللي كتبه روع كتب الترنيمة دي وترنيمة جميلة ربنا يبارك ويبارك ترنيمة جدا من ساعة ما طلعت الترنيمة دي وأول ما ألاقي فتحت عنايا ألاقي الترنيمة بتتقايجوا يا خليني لما افتح عيني أول كلمة يا رب بتجيني الناجي واقعد وياك ألاقي نفسي قعد نورت النور صحبت الكتاب المؤدس وأقول له خليني أقعد وياك يا رب خليني أصبح عليك خليني أخذ بركة وقوة قبل ما تحرك وأخذ معونة منك طول اليوم في أخ مؤمن الكلمة قال أنا ابني بقول له لازم تقرأ الكتاب أول ما تسحى الصبح قال له يا بابا أنا بقراب الليل قبل ما نام قال له لا ما أنت لما تقرى الصبح حتقوله احفظني طول اليوم لكن لما تيجي تقرأ بالليل حتقوله سمحني على كذا وسمحني على كذا وسمحني على كذا اقرأ الصبح عشان تقوله احفظني من كذا وحفظني من كذا وحفظني من كذا بدل ما بالليل تقوله سمحني على كذا وعلى كذا فطبعا يعني كل ما آجي قدام الرب وقرأ كلامه كل ما ده ينقي فيها وينضف فيها ويزبط فيها ويدي حكمة ويدي نعمة ويدي فهم ويخلي سلوكي يتعدل بدل ما عندي سلوك ميل في حاجة معينة بدل ما عندي أفكار بتروح الشمال ويمين بدل ما بيستمرار أصحى على الهموم والغلب اللي قدامي وهعمل إفكازة وهعمل إفكازة وغطي ده ازاي وهسوي ده ازاي ألاقي نفسي يا رب أشكرك اليوم جديد ضفتوا لي وعمر جديد وديتني يوم أعيش وخليني أعيش في المخافة خليني أكون في الحكمة خليني أبقى في الروح الحاجات تفرق بتفرق يا أسيس جدا كمؤمنين بالضبط بتفرق جدا يعني كمان حاجة تانية يا أخي سلوك مش بس أنا برائب وبعبد وشركة لكن كمان في يوحنة 9 بيقول ليه بيقول لنعمل مدام الوقت يدعى نهارا وده عايز يقول حاجة أنه ليه أنا لسه موجود وناس أصغر مني روحهم وناس أكبر مني ليه هو أنا موجود ليه هو أنا أفضل منهم يجي رب يقول لي لا ده أنا مخليك لأنه فيه لسه شغل لي في حياتك فيك وبيك مخلص فلما ربنا بيديني يوم ده بيدولي مش عشان أكمله زي لأيام ده عشان أكرمه مجده فلازم أنا أكون هو أنا ليه موجود ليه موجود لحد دلوقت ليه ما مسافرتش أنا أعرف ناس عندنا سنة اللي فاتت دي كان أكتر سنة ودعت فيها شباب شباب في الأشرنات أو الأشرنات بصدق يعني بصدق الشباب اللي ده على ذكر الأسماء منهم واحد كان في الميديا يعني في مكان من الكنيسة الكبيرة وفي ليلة روح وولد وحيد وقال لي مامته عمل ضج عندنا صحيته جميلة وسنه واحد وعشرين سنة يعني ما كملش اتنين وعشرين روح قال لي مامته أنا هنام وصحيني بكرة الصبح بدري عشان عندي شغل كتير وكده بتصحي الصبح لقيته وصل السماء فأنا أقول في ناس في الأشرنات والتلاتينات روحوا ليه أنا لسه موجود عشان ربنا لسه عنده شغل واللي بيخلص بيروح لا طبعا دي مش عايزة كلام أنا من كم سنة عملت حدثة جمده قوي ويمكن حكيت لسه دا المشاهدين عنها وفي عربية نقل ضربتني على الفريوي فقطرت بعرض الفريوي وخبطت في الصور اللي هو بتاع اللي نازل يعني زي الرب خمس لنات خمس حارات كده وقفهم لي وأنا رحت خبطة في الصور كدت خبطة جمده والعربية روحت يعني فأنا بقول له طب ليه ما أطلقتنيش يعني ايه خبطة جمده لسه في شغل فقلت له مش كنت أطلقتني كنت حتى شفتك واتمتع بيك وكده يا رب قال لي خلصتي الوراك قلت له خلصتيش لسه لو كنت خلصتي ما كنتش أخليك دقيقة قلت له آه يا رب يا جماعة صدقوني من إحسنات ربنا من إحسنات ربنا لحد دلوقتي أننا لم نفنا زي ما قال حضرة الأسيس أنا مش أحسن من الشباب اللي راحوا ولا أحسن من فلان ولا علان ولا هذا ولا ذاك يمكن ده صحته أحسن مني ميتمر وظروفه أحسن مني ميتمر لكن من إحسناته إن أنا مستنية الوقت ده لأن ليه غرض في حياتي بيقولي تممي خدمتك وبيقولك تمم خدمتك أنا عايزة أسأل ناس أقول لناس كتير أنت عارف اللي في باقي في عمرك قد إيه؟ أنت عارف اللي في باقي في عمرك قد إيه؟ في ناس تتشائم يا ساتر يا رب مالك متشأمة كده يسألوا لا يا حبيبتي أنا مش متشامة بس عايزة أقول لك مش عارفين بكرة ما يخبئ لنا الغد لكن خلينا النهاردة نقف وقفة مع نفسنا وأسأل نفسي وانت يسألي نفسك وانت يسأل نفسك هل أنت في الإيمان؟ هل عارف بكرة حييجي علي ولا لأ؟ خلينا نسأل نفسنا أسيس في ناس فهمة أنها تعيش لسنوات عديدة زي الغني اللي قال يا نفسي كلي واشربي لأني ليك سنين طويلة نعم لكن جاله الصوت قال له يا غبي الآن الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعدتها لمن تكون عشان كده أنا مش عارفة بكرة مخبي لي إيه ومش عارفة هعيش كم يوم إن لم يكن كم ساعة أنا مش عارفة بعد خمس دقايق أكون موجودة ولا لأ بعد عشر دقايق بعد ربع ساعة بعد ساعة بعد يوم بعد اتنين بس هل أنا مستعد أن في الوقت اللي رب ينادي علي فيه أكون جاهز للأبدية رأيك أسيس حقيقة الغني يعني الكتاب لقبه الغبي النقطة بدل غين نونية بقت النقطة وقت تحت فبقت غين به مش فرقين قوي بس ما أبعد الفارق على فكرة الرجل ده تصرف تصرف طبيعي جدا أخصبت قراته ده معنى أنه شطر قوي بس غبي لما أخصبت قراته بدل ما كان بيجيب عشر طن في السنة السنة دي جابت تلاتين فمخازنه مش بتشيل غير عشر طب يعني أهدم المخازن ده وأعمل أكبر ده تصرف طبيعي أي حد يعمله بس هو حسبها طريقة طريقة غلط جدا أنه بكرة ده بتاعي واللي جاي قال له هديه بقى مش بتاعتك الليلة تطلب نفسك منك النقطة دي صحيح أنا عندي آيات خطيرة جدا جدا نفسها تلحها وأقراها موجودة في سفر المزامير أي أقراها مع حضرتك في مزمور تسعة وتلاتين داود سأل ربنا السؤال غريب قوي أنا نفسي حط قدام المشاهدين وأفكر فيه مع حضرتك ومع المشاهدين مزمور تسعة وتلاتين عدد أربعة داود بيقول له ربنا إيه بيقول له يا رب عرفني يا رب نهاية أيوة ومقدار أيامي كم هي أنا كاتب في كتابي أغرب طلبة وأعجب سؤال صح هو بيقول له ربنا إيه ممكن يا رب تقول لي أنا فضل كم أعيش قد إيه أعيش قد إيه نهايتي ومقدار أيام المقدار دا عدد صح خيالت في مرة أغرب طلبة وأعجب سؤال كام حد فينا سأل للرب وقال له أنا فضل لك بسألها حتى تخيل كده أنا أعود قدام الكتاب كده بالساعات واسرح أي لو ربنا جواب داود وقال له مثلا فضل لك سبع سنين وست شهور وثلاتاشر يوم مثلا وراح كاتبهم نوتس عنده كده كان يعيشهم إزاي لو أي حد من المشاهدين اللي بيسمعني ربنا قال له أنت فضل لك قد كده تعيشهم إزاي الحاجة الخطيرة أنه ولا حد فينا حاسس أنه هيجي يوم ويموت لا لا ما حاجب يفكر في الموضوع دا خالص خالص هو يقول له عرفني نهاية ومقدار أيام عايز تعرف ليه داود قال له فأعلم كيف أنا زائل هو دا قد جعلت أيامي أشبارا مش أمطارا المسافة لما تطول بنقيسها بالميل أو بالكيلومتر لما تقصر شوية بنقيسها بالمتر بالمتر بس لما تبقى صغيرة أو بنقيسها بالشبر الشبر 20 صدر يعني مثلا واحدة زمان كانوا يفصلوا الأخوات يجيبوا تروح للراجل بتاع القماش تقول له أنا عايزة مثلا ثلاثة متر أنا هعمل مثلا فستان أو جيبة وبلوزة ثلاثة متر وبعدين تروح للخيات تقول لها للأسف إحنا محتاجين حتة ربع متر تروح للراجل تقول له أنا عايزة فضلة ربع متر أكمل بيها من نفس التوب ونفس القماش فممسكش المتر أجاي بالشبر كده ليه صغيرة حياة هنا قصيرة تكلم عنها رجال الله يقول عنها مثلا موسى يقول عنها قص حكاية فلان كان معانا أو مش معانا يقول عنها مثلا يا أيوب أن هي أسرع من عداء تفر عارف العدائين اللي بيجروا في التراك مراتنا يقول التعبير ده السنين بيجري أيوة أسرع من عداء تفر يقول لك ده أنا كنت حاسة أن رأس السنة دي مبارح أو من الأسبوع اللي فات وبنقول السنين جريت السنة جريت ده السنين جريت تقولي يا ده أنا فاكرة لما فلان ده تولدها النهار ده بحضر فرحه ما بين ما تولد واحدة الفرح وكام وعشرين سنة طبعا ده حاجة رهيبة طبعا فهنا واحد يقول عنها أن هي يعني يقول عنها يعقوب قليلة وردي يقول عنها موسى قصة يقول عنها أيوب عداء تفر يقول عنها الرسول يعقوب أنها بخار مش دخان بخار الدخان تعود الترعبير حضرتك يستمر دقائق وانت مرأبا البخار ترفعها غطى حاجة بتغلط ويختفي ثانية سواني هي دي الحياة هي دي الحياة نفس بدخل ما بطلعش طبعا عشان كده أنا نفس أقول لكل حد بيسمعنا النهار أخويا المشاهد واخت الغالية أنا يعني ما تقولوش الأسيس يعني بيفول علينا متشائم ولا متشائم ولا فقري بلغة خمصية لا 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 أنا بخاف عليك وعليكي طبعا في رأس السنة أنا مش عايزة زعالك وزعالك بس أقولك لو الرب جي النهاردة تروح فين لو غمضت عينك وعينك دلوقت تروح فين ربنا يديك العمر وتعيش 150 سنة 200 سنة معنا مش تحصل بس برضو أطول واحد عاش في الكتاب بسم متشالح 969 سنة وراها كلمة صغنون ومات ومات كله مات فأنا النهاردة أقول لما تغمض عينك هنا رايح فين بص يا تنت اللي رايح رحلة يومين يعني مثلا بيعمل حساب يومين طبعا راجع بياخد لبس يومين ومصارف يومين صح بس اللي رايح مصارف زبوع بيعمل حساب زبوع لبس لزبوع ومصارف لزبوع بس مثلا اللي مسافر شهر يعني مثلا حركة أمريكا رايحة عند الأهل والأسرة في مصر شهر تعملي تذاكر شهر طبعا وحساب لشهر ولبس لشهر طب المسافر أبادية يعمل إيه؟ يعمل حساب الأبادية تماماً ده يعمل حسابها وحساب ده أبادية ما بتنتهيش أنا مرة كنت في عزة بحكي كده في الكنيسة عندنا فبقول إيه؟ بقول إنه الإنسان ده غريب قوي يعني مثلاً يروح يشتري الموبايل يبحث عن الضمان بتاع الموبايل يروح يشتري بس مروحة يقول لي عام إيه اللي موجود عندك يقول له دي صيني ضمانها سنة دي مثلاً تايواني ولا مش عارف إيه ضمانها سنتين دي ياباني خمس سنين أيو خليني في اللي ضمانها خمس سنين هو أنا ببحث عن ضمان الأشياء ولا أبحث عن ضمان حياة الأبادية النفس يا ياسو أنا عندي سؤال النهاردة السنين بتجري مرة شاب قصة دي حقيقة رح لي راهب كبير جداً في السن وراهب مبارك جداً وراح أقعد معاه قال له يا ابونا أنا جاي لك وعند سؤال خطير قال له خير يا ابني قال له بص أنا ناوة أعمل زي اللص اللي عصلي بعيش حياته بالطول وبالعرض واخر نص ساعة في حياتي سلم حياتي ربنا قال له يا ابني باب رفو عليك لو عرفت تعمل كده فالولد البسط قال له كده أسأل السؤال اللي أنا جاي لأدسك عليه وأنا مرتاح قال له قول يا ابني من وجهة نظرك شاب في صحيتي وفي سني يعني قدامه أديه كده يعيش أديه فقال له يا ابني يمكن بعد ما تخرج من القلاية من عند بعشر دقائق وانت مروح للبيت يمكن يابني بعد سبوع أو بعد شهر قال له يعني قال له أنت ضامن حياتك بعد نص ساعة قال له لا قال له بحسن زمن للتوبة الشاب قال له دلوقت الآن صح أكبر ضربة إبليس بيوجهها للناس يا تأجيل طبعا أنا نفس أقول لكل حد فينا اوعى تأجل وتقول بكرة أيوة يمكن بكرة ده يصبح ذكرى اوعى تأجل النهار ده وتقول بنعمة الله السنة الجاية أو لما أعيش شبابي لما وصل لسن الثلاثين والاربعين والخمسين أنا أسلم حياة الربانا إبليس عنده سلاح ليه حدين يقول للصغير أنت عامل إيه السوداء أنت كتير يقول للصوداء عيش شبابك ويجي للكبير اللي شعره بغض يقول له يا راجل اللي مديت ربانا الشباب هتدي ربانا نهاية العمر يا ياسوع فإبليس بيحارب الصغير وبحارب كبير بس أحسن زمن للتوبة في اسم الرب ياسوع سنة جديدة بقلب جديد أمين يا ربي أصلي في اسم المسيح لكل حد بيسمعني اسمك يكون مكتوب في سفر الحياة أصلي السنة دي ما تعبرش عليك إلا أنت مرمي في حضن المسيح اسم ياسوع صلي أسيس وحياتك في دقيقتين صلي مع أي حد يسلم حياته لرب دلوقتي أمين في الدقيقتين دولت في اسم الرب ياسوع لو بتسمعني أين كان مكانك أو دينك أو خطياتك الكتير أغمض عينك معي أقول لي يا رب أنا بقبالك مخلص شخص الحياة أمين أمين أديتني عمر وحفظتني للنهاردة أنا مش أفضل من الناس كتير ماتوا في خطياتهم لكن أبقيت لي حياة يا رب عشان تجيبني ليك صلي معي أقول له بقبالك بقبالك بسلمك باقي عمر يا رب عايز أدي لك الباقي يا رب يا رب أنا عايز أدي لك قلبه وحياته اغسلني وطهرني فأبيض يا رب أديني الأيام اللي جاي أكون ملكك يا رب بسلمك السنة اللي هتبدأ بين إيدك بسلمك حياتي بسلمك بيتي بسلمك يا رب الأيام اللي جاي أكون بكبر وانضج معاك يا رب أنا بشكرك بشكرك لأنك فيك كانت الحياة شكرا ومكتوب عن جلالك أنك رئيس الحياة يا رب النهاردة أدي لكل حد بيسمعنا النور جديد ومصال لك لمؤمنين بيسمعوني يا رب تنقل حياتنا في العلاقة معاك والعلاقة مع الكلمة والعلاقة يا رب بخدمتنا ليك تكون بأمانة ومخافة بنحط السنة الجديدة بنإيدك يا رب تكون سنة حضور إلهي وتكون سنة يا رب قداسة وتكون سنة شبع يا رب أنا بصال للأجل كل أحباء قلبك اللي بيسمعونه يا رب خليقة جديدة وحياة جديدة تكرم اسمك في اسم المسيح بصال ليك الكرامة وليك كل المجد آمين مبارك اسم الرب شكرا يا أسيس رب يبركك ويستخدمك وتكون بركة في كل مكان شكرا كل سنة شكرا لكم أحباء المشاهدين كل سنة وانتوا طيبين بصلي أن العام الجديد يبقى مختلف تماما إن كنت مؤمن اخدم الرب بكل قوتك لأنك مش عارف اللي باقي قد إيه وإن كنت خاطي اوعى تيجي عليك السنة الجديدة وانت لما تختبر خلاص المسيح لأنك مش عارف اللي عمر باقي في قد إيه كل سنة وانتوا طيبين ونلتقي بكم في حلقة أخرى انت أنا رب ليكم كل بركة ونعمة في اسم الرب يسوع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة